في هذا المحل الذي يصنف كأقدم معلم تاريخي يختص بصنع وعرض طحف الخزفية في جزيرة جربة لم تستسلم شدلية ابنة صاحب المحل إلى تداعية أزمة كورونا التي أفضت إلى تراجع إقبال السياح فهي تعتبر أن ما تخطه على الأواني الخزفية من شعارات ورموز توثق لهويتها رسالة يجب مواصلتها رغم العرقي له ما ثم تشجيع جملة أكثرية القلالية سافروا هاجروا بدت الصنع باش تندثر احنا خايفين عليها ثم شباب ره يطمحوا يحب يخدم لكن ما ثم ترويج ما ثم سياحة تحتوي جزيرة جربة على العشرات من المزارات التاريخية والتراثية كالمعابد والمتاحف والأسواق التقليدية التي بوأتها لتكون أهم وجهة السياحة الثقافية في البلاد ولكن انكماش مؤشرات القطاع السياحي بسبب أزمة كورونا والإهمال الذي تعرضت له بعض المنظارات الثقافية والحرف المتصلة بها على امتداد الأعوام الماضية انتهى بأزمة في القطاع يرجعها بعض العاملين فيه إلى جانب تداعية كورونا إلى عدم مبالاة السلطات السياحية الظروف اللي مرينا بها معناها ظروف صعبة ياسر ناتجة على سوء تنظيم وفساد تفشى في قطاع السياحة وقطاع السيناعات التقليدية اللي يمكن قول تفشى معنا المرض هذية باعتبار أن الدخلاء على المهنة واللي معناها واللي عندهم اتصالات مباشرة بويكلات الأصفار من جانبها تراهن وزارة السياحة على وجود مؤشرات لانتعاش القطاع السياحي في جزيرة جربة مقارنة بما كانت عليه بداية أزمة كورونا بالتزامن مع وضع خطة لتثمين التراث وتوظيفه كعامل جذب للسياح النشاط السياحي يتأثر بصفة مباشرة وبصفة حينية بكل الإجراءات اليتية تم اتخاذها سواء كان على مستوى المعابر الحدودية التونسية أو كذلك على مستوى المعابر الحدودية للدول التي تعتبر أسواق كلاسيكية هناك عديد من المساعة في حقيقة الأمر لتوظيف وتثمين هذه المواقع الأثرية والمنتوج الثقافي بصفة خاصة من خلال أولا التعامل مع كل المتدخلين في هذا القطاع سواء كان وزارة الثقافة أو الجمعيات ذات العلاقة بالثقافة على غير جمعية سيانة الجزيرة يقدر عدد العاملين في مجال السياحة الثقافية والحرف في جزيرة جربة بنحو ثلاثين ألف شخص وتقدر مساهمة هذا النمط السياحي في عائدات القطاع سنويا بنحو خمسة عشر بالمئة الأمر الذي قد يفسر وفق مختصين حجم تأثر القطاع السياحية بأزمة كورونا تعد جزيرة جربة من أثر المدن التونسية من حيث عدد المعالم التراثية والتاريخية التي تمثل مزارات سياحية هامة قبل أن يتراجع الإقبال عليها خلال الأعوام الأخيرة سيما بعد أزمة كورونا توفيق عائشة الحرة جزيرة جربة جنوب تونس